كانت نيجيريا البالغ عدد سكانها نحو 215 مليون نسمة تعاني بالأساس مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي في ظل تضخم مرتفع ومع الفيضانات قد يتفاقم هذا الوضع إذ أعلنت الحكومة أن 110 ألف هكتار من الأراضي الزراعية دمرت بالكامل حتى الآن منذ أب أغسطس وأوقعت الفيضانات أكثر من ستمائة قتيل وتسببت بنزوح مليون وثلاثمائة ألف شخص بحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الإنسانية غالبا ما تشهد نيجيريا فيضانات في موسم الأمطار لكن هذه الظاهرة كانت على قدر نادر من الشدة هذه السنة وأدرج برنامج الأغذية العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نيجيريا بين الدول الست التي تواجه أكبر مخاطر مستويات كارثية من المجاعة في العالم اشتركوا في القناة